السلام عليك السلام علي بالبقاء في مكة باش يؤدي الأمانات لأهل مكة كانت تقة أهل القريش بالنبي صلى الله عليه وسلم كبيرة جدا أحبتي فكانوا كينقلوا البيت دياله أموالهم ونفائسهم وديا عنده وبقى هذا حالهم حتى بعد معاداته بسبب الدعوة دياله لهم الإيمان بالله تعالى وطرك عبادة الأصنام خلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مكة بعد هجرته باش يرد ودائع الناس اللي كانت عنده صلى الله عليه وسلم فأقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بمكة ثلاثة الليالي وأيامها حتى أدى كل مكان عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل ودائع فلما فرغ منها لاحق برسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عندنا وقفة أحبتي فكان قولوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لله درك يا سيد الخلق ويا سيد الأمناء يا حبيبي يا رسول الله قريش تأتمر بك كتأمر بك كتأمر بش تقتلك وهنت كتهاجر وكتخلي لهم البيت وما تملك والوذائع ديالهم عندك فما كتفكرش أنك تاخد شي حاجة من هدول اللي خرجوك وآذاك وحاولوا يقتلك ورغم كل ما فعلوه بك كتتعامل معهم بكل أمانة يا الله أنك تلتزم بالأخلاق والمبادئ حتى يأمن العدو ديالك غضرك وخيانتك هاد شي هو اللي يوصل لها سيدنا محمد صلى الله Ferre paket كانوا المشركون كي يثيقوا به كتر من اللي كيثيق بعضهم بعض وهاد شي هو اللي يجعله صلى الله عليه وسلم قوي راصخ كبير مؤثر في أعمق حتى الأعداء دياله هذا هو أحبيبنا 它的 أحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كي يرعى جميع الحقوق حتى حقوق الأعداء تولى الله سبحانه وتعالى تربيته نبيه صلى الله عليه وسلم وتأذيبه فكان أكمل الناس خلقا وأعظمهم أدبا وأرجحهم عقلا اشتهر سيبنا محمد الله الإسلام بين أهل مكة احتق بالإسلام بالاستقامة والصدق والأمانة فاتلقب بالصادق الأمين وكنا وقفنا في حلقة سابقة على قصة الحجر الأسود لما كانوا كيبنيوا الكعبة المشرفة وتنازعوا في استحاق شرف رفع الحجر الأسود ووضعوا في المحل دياله حتى كانوا قد يتقتلوا لو لا اتفاقهم على تحكيم أول واحد قد يدخل المسجد الحرام فشكونوا كان الداخل محمد صلى الله عليه وسلم فلما شافوا قالوا هذا الأمين رضينا هذا محمد فلما خبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم هلوم إلي ثوبا فجابوا فاخذر الحجر فوضعوا باليد دياله الطاهرة ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا ففعلوا حتى بلغوا به الموضع دياله ثم وضعوا هو بيده الشريفة ابن عليه عليه الصلاة والسلام شهد بأمانة حتى الأعداء دياله فهو أبو سفيان زعيم مكة قبل الإسلام دياله كيوقف أمام هرقل ملك الروم وكيعجز أنه ينفي صفة الأمانة عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان حريص عند إيد أنه يطعن فيه ولكن غير سوله هرقل عما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب أبو سفيان يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وكلنا كان علموا أحبتي كيفاش استأمنته السيدة خديجة رضي الله عنها على الأموال ديالها تجر فيها وربحها ضعف مكان وكيربحوها غيرهم فمع مرخبع لي هاشي حاجة مع مرخبع لي هاشي حاجة وكان ذلك يعني قبل بيعتتي صلى الله عليه وسلم وقبل ما يتزوج بها وشنو قالت عليه هي أقرب النسلي عند بداية نزول الوحي عليه الصلاة والسلام هي شهادة على أمانته وحسن الخلق دياله وهذا الشيء والخلق أصلا يعني تختاروا وتطلبوا زوج لي لها قالت عليه رضي الله عنها فوالله إنك لا تؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث أما الأصدقاء دياله الصحابة دياله فذا واحد مختلف منهم الأمانة دياله صلى الله عليه وسلم فهذا جعفر بن أبي طالب شهد بهذا قدم نجاشي ملك الحبشة رضي الله عنه لما سألوا على الدين اللي اعتنقه فأجاب كنا كذا وكذا يعني بقى كيعدد عليه مساوي العرب حتى قال حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفته وكان من الأمانة دياله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه يعني ما كيكش شيء تمرى وجدها في البيت دياله خاشية أنها تكون من الصدقة فعن أبي هرير رضي الله عنه عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال والله إني لآن قلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها كي عودي له حاسدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا لأمانتك يا محمد يا حبيبي يا رسول الله ومن الأمانة دياله أيضا صلى الله عليه وسلم أرد مفتح الكعبة لعثمان بن طلحة فعن ابن جريج كيقول قوله تعالى إن الله يأمركم أن تودوا لما ناتي إلى أهليات كيقول هاد ابن جريج نزلت في عثمان بن طلحة بن أبي طلحة قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتح الكعبة ودخل به البيت يوم الفتح فخرج عليه الصلاة والسلام ويتلو هذه الآية فدعى عثمان عيط عليه فدفع إليه المفتاح ولا عجب أحبتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثال أمانة فقد اتمنه الله تعالى على رسالة الخاتمة فكان خير من أدى هذا الأمانة لحد الكمال فبلغ جميع ما أمره الله به وانصح المسلمين وانشر هذا الدين العظيم الأمة كافة حتى صبح لإسم دي الله عليه الصلاة والسلام مقترين بهذا المذيح اللي هو أهله كان قوله دائما في كلام مبلغ الرسالة ومؤدي الأمانة فقد أدى الأمانة اللي كانت عليه ورشدنا الطريق المستقيم فجزاه الله يعني خير ما جزى نبيا عن أمتي صلى الله عليه وسلم إنها الأمانة أحبتي صفة جميلة وخلق كريم حتى لها الدين وأمر بها نوه بها القرآن الكريم تنوية عظيم دل على عظم منزلتها عند الله تعالى وذلك يعني في أيات كثيرة من الذكر الحكيم منها قوله تعالى إِنَّا عَرَضْنَا لَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلنَّهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا لِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَنُومًا جَهُولًا وكي يقول الله تعالى أيضا إِنَّ اللَّهِ يَامُرُكُمُوا أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ونبوه الله سبحانه وتعالى بأهل الأمانة في القرآن الكريم فنال القائمون بالأمانة يعني لقيم بها على وجهها عظيم ثناء من الله سبحانه وتعالى وجزيل إكرامه فقال الله تعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَرَوَاتِهِمْ يُحَافِضُونَ أُولَئِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والأمانة أحبتي هي أداء الحقوق والمحافظة عليها فالمسلم تخصو يعطي لكل وحد حقوق يؤدي حق الله في العبادة يحفظ الجوارح دياله عن الحرام يرد الوداعي إلى آخر فالموضوع الأمانة يعني شامل فأما الأمانة في العبادة فهي أنه يعني يلتزم المسلم تكاليف يدي فروض الدين كما ينبغي يحفظ على الصلاة والصيام صدقة وغيرها بير الوالدين وغيرها من الفروض اللي كتجب علينا أننا نأديوها بأمانة لله رب العالمين أما الأمانة في حفل الجوارح فالجوارح والأعضاء كلها أمانات يجب علينا أننا نحفظ عليها ما نستعملوهاش فيما يغضب الله سبحانه فالعين أمانة يجب علينا أننا نغضوها عن الحرام لأذن أمانة يجب علينا أننا نجنبوها سماع الحرام اليد أمانة ورجل أمانة والفرج أمانة وهكذا تقول الله تعالى إن السمع والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولة الأمانة أيضا في الودائع أصحابها لما يطلبوها كيف هي نأديوها كيف هي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين تقول الله تعالى فليودي الذي يتمن أمانته وليتق الله ربه الأمانة أيضا في العمل أن المرء يدي كل معله على خير وجه يعني يتقل عمل دياله ويديه بإيجادة وأمانة طالب تلميته هو يدي معله من واجبات ويجدهد في تحصي العلم دياله ودرسه ويخفف على والده الأعباء وهكذا يدي كل واحد من الواجب دياله بجد واجدهاد الأمانة أيضا في الكلام أحبتي التزم المسلم بالكلمة الجادة ويعرف قدر الكلمة وأهميتها فالكلمة تدخل ملاها جنة وكتجعله من أهل التقوى كما قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فكيقدر الإنسان يعني انتقب كلمة الكفر فكي يصير من أهل النار وضرب الله سبحانه مثل هذه الكلمة بالشجرة الخبيثة فقال الله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتت من فوق الأرض ما لها من قرار وبيلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية الكلمة وأترها فقال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه يا الله وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من صخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها صخطه إلى يوم يلقاه فالمسلم أحبتي تخصو يتخير الكلام الطيب ويتقرب به الله سبحانه ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من حديث والكلمة الطيبة صدقه أيضا أحبتي فكل مسؤولي يرى هي آمانة فكل إنسان مسؤول على شي حاجة ركت تعتبر آمانة فعنقوم سواء كان حاكم أو محكوم أو والد أو ابن سواء كان رجل أو مرأة أو شاب أو طفل فهو راعن ومسؤول عن رعيته تقول صلى الله عليه وسلم كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راعن ومسؤول عن رعيته والرجل راعن في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راعن في مال سيده ومسؤول عن رعيته والرجل راعن في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راعي ومسؤول عن رعيته هذا الحديث في البخاري أحبتي أيضا أمانة في حفظ الأسرار وهذا أمر خطير جدا فالمسلم يحفظ السر ديالخوه ما يخونه وما يفشيش الأسرار دياله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة ومن أشد ذلك هو إفشاء السر بين الزوجين فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها فالأمانة أيضا حبتي الأمانة في البيهة أيضا فالمسلم ما يخصوش يغش ما يغشته واحد ما يغضرش به ما يخونش فهذا أبو هريرة يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام يعني واحد للكومة فادخلت دفها فحس بها فزقة فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب الطعام ما هذا فقال أصابته السماء يعني بالله لا تششت يا رسول الله فقال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس قالوا وليش لم يديروش الفوق باش يشوفوه الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم من غشف ليس منا إنها الأمانة يا أحبتي الأمانة اللي كيستحق ملاها اللي كي رعاها في نفسه وفي الأهل دياله وفي عمله وفي كل شيء كيستحق المحبة من الله تقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من صره أن يحبه الله ورسوله فليصق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا أتوا منه إنها الأمانة أحبتي مقياس العمل جاد ناجح لما كتقترنا بالقوة يقول سبحانه إن خير من استأجرت القوي الأمين إنها الأمانة اللي كان كيودع بها النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب دياله والجيش دياله فكيقول لهم أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم إنها الأمانة أحبتي اللي كان كيعلي به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شأن أبوه عبيضة فكيقول إن لكل أمة أمينة وإن أمينة هذه الأمة أبو عبيضة بن الجراح أحبتي في الله إن وراء الأمانة لسؤال وجزاء هكذا تحملها الإنسان كما قال سبحانه إن عرضنا لمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها لإنسان إنه كان ظلوما جهولا فليؤدها تحملها فيؤدها فما أجمل أننا نكون أمناء وتكون الأمانة خلق دائم لنا فمعاملتنا مع الله ومع أهلنا ومع الناس جميع ويكون قدوتنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان سؤاله الله سبحانه وتعالى أنه يحشرنا في زمرة الأمناء ويعوننا على أداء الأمانة وهي الأمة أمناء كي حملوا عبء نصرها فكينصرهم وممسؤولية صلاحة فكيعينهم وكان نسأل الله الكريم كان نسألوه أنه يعني يزيننا بالأخلاق وأننا نكون من الأقربين يوم القيامة من الرسول دياله الكريم ونبيه صلى الله عليه وسلم نكونوا قرب منه بحسن أخلاقنا اللهم آمين يا رب وإلى لقاء آخر بحول الله وقوته ومع أحداث هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته